ازيكم عاملين ايه؟ ياربي تكونوا بخير نبدأ الفيديو تنسوش لايك واشتراك بالقناة فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد فيديو اليوم في مفاجأات جديدة عن افلام محمود الجمل هنعرف فيه حقيقة زهور هند مشهد واحد بس من فيلمه عند الاسطورة محمود الجمل وليه اختفت طول الفيلم ويه السبب وكمان هنعرف حقيقة زهور شخصية مجهولة في الافلام وحقيقة اختفاء عطا وام كيمو وشعبان واخيرا هنقولي الاسبات ان مستر احمد بيحب حياة وفيروز مش فيروز بس بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك واشوفوه للنهاية لو بتحبوا عائلة الجمل يلا بينا نبدأ وهنبدأ بحقيقة اختفاء عطا من افلام محمود الجمل والحقيقة عطا مختفتش لوحدها من الافلام ده كمان شعبان وام كيمو وهنا حصل تغييرات جديدة في الفيلا بعد رئيد عطا كانت مش بتعرف تمثل حتى التحديات ما كانتش بتعرف تعملها واحتمال كبير العيلة تكون تخلت عن عطا وان عطا مش هتمثل تاني وبالنسبة لشعبان وام عطا احنا قلنا قبل كده اكتر من مرة ان ام عطا كانت بتساعد العيلة في الاهتمال بالاولاد وكمان شعبان كان بيساعد في التحديات لكن العيلة استغنت عنهم وده لأسباب خاصة بيهم لكن لو العيلة حتاجت لهم في اي وقت هيكونوا موجودين مصمار عطا بتكون اخته من امه وقرار الحج صالح والأسطورة محمود الجمل ان مصمار بس هو اللي يكون موجود مع العيلة اللي بيساعد العيلة والاولاد في التحديات دلوقتي هنعرف الشخص المجهول اللي ظهر اكتر من مرة على قناة من قناوات العيلة وهي نفس الشخصية اللي نبهنا لفنزليها في الفيديو اللي فات وده كان هيبقى موضوح الفيديو اليوم لكن احنا ملسيناش نتكلم عنها لكن كنا بنجمع المعلومات عن الشخص ده والحقيقة الشخصية دي هي اللي حلت مكان امه عطا وهي مهتمة بمساعدة العيلة والأولاد الممثلين في التحديات وشفناها اكتر من مرة في تحدي العقلة ومرة عند برينسماس وكمان مرة عند مستر احمد الشخصية دي اسمها سمر وهي مساعدة للعيلة سمر ما عندهاش مشكلة انها تظهر على اليوتيوب لانها ما كانتش بتجري لما الكاميرا تيجي عليها وهنشوفها كتير الايام الجاية ودي مش ندى مرات برينسماس لان ندى مش نوية تظهر دلوقتي خالص وبعد ما عرفنا حقيقة سمر الشخص الجديد مع عيلة الجمل هنعرف دلوقتي هل عيلة الجمل بتضرب الأولاد ولا لأ وهنا نحب نقول ان العيلة والأسطورة محمود الجمل بخافوا على الأولاد جدا بما فيهم مصمار وحقيقة ضرب الأسطورة لمصمار كان ضرب غير موزي بدليل ان مصمار كان بيتحك وما كانش زعلان زي ما شفنا اليوم عند ندى واحمد احمد كان بيقوم بدور المدرس اللي بيدرب الأولاد وده دور تمثيل مش اكتر دلوقتي وهنعرف حالا اثبات ان مستر احمد بيحب حياة وفيروز مش فيروز بس خانز كتير مصرين ان مستر احمد بيحب فيروز اكتر من حياة واللي يثبات على العكس كده مستر احمد في فلوج اليوم عند الأميرة فيروز حياة بنته تاهت وانا ده كانت متطمنة انها بتلعب لكن الحقيقة انها تاهت في البسين واحمد كان علقان عليها جدا وهو اللي لقاها وما سبهاش خالص في البسين لانها كانت خايفة جدا وحقيقي مستر احمد احسن اب في الدنيا وبيحب بناته جدا ومش هو بس برينسة مصري كمان والأسطورة ربنا يحفظ اولادهم ودلوقتي واخيرا هنعرف سر ظهور هند اخت صالح مشهد واحد في اول الفيلم انتي بنتي عند الأسطورة محمودة الجمل شوفنا وكل الفنز عند الأسطورة هند ظهرت في اول الفيلم لكن اختفت طول الفيلم وما ظهرتش تاني وثقال كتير من الفنز عن اللي حصل وهنا في احتمال كبير يكون في خطأ او قصة تانية للأسطورة محمودة الجمل اول خطأ ان هند ظهرت في اول الفيديو انها مرهي لش دور تاني وتاني خطأ ان الصورة اللي ورتها لنا اي احلى هي صورة امنية قوة وهي صغيرة ان المفروض ان البنت اللي تاهت من والدتها بتكون امنية قوة لكن نادا جلجل قالت لا دي مش بنتي عشان بنتي عندها وحمة في كتفها والسؤال هنا تفتكروا مين البنت اللي ضعت من نادا جلجل هند ولا امنية قوة مع العلم ان هند اختفت بعد ما مثلت مشهد واحد في الفيلم واكيد هنا في لغز عشان هيكون في باقي للقصة عند الأسطورة محمودة الجمل هنشوفه الايام الجاية بس بشكل تاني وهنا وصلنا لاخر الفيديو بس ما انتهيش وهنسأل دلوقتي سؤال الفنز وهو فقالنا سؤال في الفيديو جاوب على السؤال من وزيد نظرك شوفوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا تحلوا السؤال وكملوا الفيديو معنا عشان هنعرض اسمائي الفائزين في تحدي سؤال الفنز الفيديو اللي فات وهنا خلص الفيديو بتنسوا نعاش في اللايك والاشتراك وتفايل زي الجرس عشان يوصلكم كل جديد اشوفكم الفيديو الجاي بحبكم جدا ما سلاما اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة